ربي خدمة شدريكي أهلا بك لا افتحكي عندك عندك مرحبا لكم المتتابعين ومتتابعات قناة شوف تيفي من خلال هذا المنباشي دائما تنسترق الأمور لأمور التي تتضرف في صلب صميم الاستقرار للعائلات وللأسف بعدما تسيدها دوزت سنوات مع الزوج ديالها في منزل العائلة دياله بطبيعي الحال سنوات كبرت جيل كبرت ابنة وهبها لها الله ودورها كبرات وخدمات وللأسف ادها الله كيف مما تنقوله وخلت لها واحد الابن في الحضن ديالها هذه السيدة تنعفوا اغلب ديال المغاربة وللأسف يعني ما تيكبرو وتصلوا لواحد العمر معين يعني تكترو فينا الامراض تكترو فينا العلل وللأسف يعني تجرت واحد من جموع ديال العملية على مستوى القلب الوقت يعني فاشتفى الزوج ديالها جاءت العائلة ديال الزوج يعني وترضتها من المنزل هاتش اللي ما كناش تنتضروه فخلتها يعني عرض للشارع يعني لولا تدخل الناس محسنين لان لي يعني يتكلفوا باش انهم يعني يوفروا لها وبعض يعني شي شهورة واحد الاشعور الى حين انها تسوي امورها ولكن للأسف يعني ما قدراش انه العمل يعني ما عنداش مشكلة عندها اشكال ديال العمل وبالتريك الفلوسات اللي جمعت هاتي تتسالف واحد منها اذا نخليها اكتر دخل البيت المباشي تقربنا اكتر من التفاصيل يعني كيفاش وقع لها حتى اسمحوا فيها اخوة رجلها تفضل لا تفضليك شونتها الميكو اقربيني السلام عليكم السلام عليكم انا سيدي مرة كبيرة موسينة كانت عندي البنت وراجلي مات راجلي مرت انا وياها برفق سدي الراجلي انا جاتني الجلطة درت عمليات يمسكينا بقتل كاتعاني كاتعاني انا جاتك الجلطة بسبابه بسباب الفقسة دياله جاتني الجلطة دخلت السبيطر الجمارات هي كانت مسكينة بقى شوية وفعل رجلها قابلتني تدوزت العملية وقفوا معي غيط طببا في السبيطر تدوزوا لي العملية حتى انت عارفين بالحالة ما عنديش طبب الله يخفى لكم عليهم داروا لي ديك العملية انت قادي نديرها بره بخمسات المليون وهو ما داروها لي هاكوك المهمة انت بقتل بنت مسكينة كاتعاني 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 بفقسة بها ماتت من اللي مات تبقيت انا وادولي يد هي من اللي بطمو تمسكينة فاش بطعره حاجة لي هادل والده مهمة تعطيش شي حد ما تفرطيش فيها عفك ماما يبقى معك فين مامشي تسيرين تويه فين مالعسين تسيرين تويه عاوتي لولد مريض وخصو الطبيب وزاد كمل وموت ديالها عاوتي زاد صدماء اخرى ويقوموا بمدراسة مساكنة مقابلينه تايلي اللي الخاطر تايشري ولي الادوات تايشري ولي عاوتي ونخصو دروك هادل الناس جاءوا وطردوني بلا رحمة بلا شفاقها دبحوني وانا واقفة دبحوني وانا واقفة ومريضة وعارفوني دائرة عمليات للقلب من اللي من اللي قتلي يوم انا ودعتوني هاتي بعد يسالي الولد هاتي شهرين اللي بقتلي في المدراسة وغادين اعتوني باش نخرج وغادين نخرج قالوا لي كلاماتي قتلي وما نرى قتلي الرهن الكرة فوق عشرات المليون إلا ما عندي عشرات المليون راهانا ما عندي لكرة ولا راهانا وانا وادي الولد الشارعي وانا مرة كبيرة طبيب مانعي ما نزفوك ثلاثة كيلو تتقل ما ننزاش وما نهضرش بزاف وإلا هضرت بزاف خصين النار كله وما ننوضش عندي الروماتيزم الحاد فالعظم منعني من اي حجر منديرها فالعظم كلهم عندي هم قعف انه قلوا ولا قالوا لمحامي جالهم انا رايير عطيني الضرف سبيل الله خسنين اخويا من اللي مشيت عند محامي قالي يا علاشة جيوم ديت الحالة المدنية تعتبنتهم والعقد ومراكار تعتخوه ودكشت ديتهم المحامي قال لي هذا الشي قال لي هذا الشي قال لي هذا الشي قال لي واترنتي مرتخوه واتساعدوا بيناتكم مشيت عنده هو مباشي تساعد معي صرفتني في حالاتي ما قال لي يتوش عندك باشترك بيو تسلفتي باش اركب الرباط وصلت لي هالتوني افترض ودتا نجد له هالتين يتأكد وقلت لي مسيرة مدينة يتقول لي ما عندي وقف لي يعطوني الناس بشرا وقلت لي سيارة تشوفت ما قلتك انا عندي قد عندي اوحدة قال لي يقلبي من اللي قلبت في الاخر قلبو عني قال لي ادتك 3 مليون للمحاميك ادتك 3 مليون اتعتنكري بيها واذا نرى ماكاين ولكنت وردتي لم أدري لم أبدا لم يعد تلك المحامي لم يعد أن تشكي المحامي كنت أجد المقر ثم لقد ورجعت أن اخرجت معي وصلت لي أخسكي عنه أحسنا عن الأسفل فقد استطعت أن أخسكي عن الأشخاص ودخلته إلى 1000 اتنال ودخلت للشخص خلالت المثلت لماذا أقول لنا أقول لنا الولد الولد لم يقوم بقى يقول يواله لأنه يتفرط مع الدرارة ومعنا مدرسة ويتحول مثل ما ومن اللي قدرت معهم ذاك الخميس في هال اليوم ذهبنا لدي المحامي خلوا لي تلك قلتها من المحامي اعطوا جهة المليون قالوا لي حسبات جهة المليون تحسبها قلت لي عندنا واحد المشكل قلت لي يا بنا نقص لك خمسين الفريان لا تتخلص علمه ما رحمونيش وعرفين ما عنديش أخوها ميت وبنت خوالي كانت زاني ميتة اللي هي بنتي وبنت خوهم ولحمهم ودمهم ما رحمتني السعيدة لها ولا أخوها عبد الغني ما رحمونيش ما داروش معايش حاجة زينة بقوتين وقصتين 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 ما بقيش هدرت تصدمت تصدمت فيهم قاعد حدايا رجلات جهتا عندو ادنية ويقول يشوف يدركها يسكتيش يتفمك إذا خصط لبنتي حاجة هادين عطواليك أنا مش إذا خصط لبنتي حاجة الولد كله هو مخصص الولد خصو الرعاية الكافية خصو التراسة خصو الساكان خصو يهزو رادوه مادره ما كيش تبي يهزو لنا ولا هو العائلة كل شي بيعديل تسع سنة هذا مشكلة كوشير باش منسكن عند حد ما يعطيني حد تعد ما سول فيه تعد ما قالي يشاهدك بقيت انو هاد الولد بوحدنا هاد شي بنتي مات داروا ليه كل ما مكيش البنتي شابة 29 سنة جيران باقي تايبكي وعليها كل شي الناس باقي تايبكي وعليها كنت إنسانة طيبة وخيرة باقي ناس يبكي وعليهم بجوج تايبكي وعلى بواتة أو تايبكي وعلى البنت كنت تبحوني هاد الناس وانا واقفة سازوني يدغي أنا تصدمت بديك تصدمت تصدمت شددت كل مليون ومية وخمسين الفرية جيت للدار ماتان دوي ماتان تتكلم يقول ما كنت دايبكي بتاع طبليتي رميت في ذلك الفرسلية يا شون فرطفول دي وما عندهم ولادهم قاتك اعطي الوالي ببا ديري لي قلت له اختي باسمخي يا سعيدة واش انتي ما عندك ولادك واش خوك ما عنده ولاده اخلت لي العار العار هاكو قالت لي قلت لي ممرها العار وادك اخلت لي امانة وخلت لي في العار والي ديشتين وعدانوية تحتلحي تنطلب انت انا ما استطعتش بقي باش نخدم ما استطعتش اراني الروماتيزم الحدي السياتيك العمليات القلب انا ما تنشرب شدده انا تنطلب من الله ومن المحسينين داخل الوطن وخارج الوطن اولاد بنات عيالات يجيروا بحل التعاون مع امهم تنطلبهم التعاون معي احن نعلاد الولد انا ما بتش اخرج عرضات الشارعي ما بتش اخرج ما بتحضر اياجين عندكم اياجين عندكم اياجين عندكم ما بدي جيرسي عمر شكرا عطينا الكلام اذا كما تبعتم معنا للأسف هذا هو الحال للمجموع دي المغرب اغلب دي المغرب هذا هو حالهم يعني وللأسف يعني بعد سنوات وسنوات يعني مت يكونوا الاخوت بعضيتهم محنين ومفاهمين وللأسف كما تتشاهدوا معنا تلقى نفسهم بانها في الاخير راح يتزف على فنو يعني تلقى في الاخير انه هدسي دولة عرضة للشارع يعني عمر عمر دي التضحية مع الزوج ديالها وفي الاخير فقدت الابن ديالها فنددت منها من خلال هذه البت المباشر وفي النار رقب ديال المساعدة فهذا العنوان هذا يعني في العنوان ديال المباشر بالنسبة اللي بيقدم مساعدة السيدة فقط لانه جرت واحد مجموع ديال العمليات على مستوى القلب فما يمكن لهاش انه يعني تشتغل ولا تديش حاجة خصوصا انه عندها واحد الولد بعدما توفت الابن ديالها خلت لها واحد الوليد يعني في العودة ديالها يعني خلته لها بينكتفها منكش انه تسمح فيها ولا تمشي وتخدم ولا تديش حاجة فتتمنى انه القلب الرحيم الناس لي في المرخير كما ساعده كما يوقفوا بجنبها باش انه اوفرات هذا المنزل وخبعين يعني في تمسلوح ولدي حيا انه يوقفوا بجنبها باش انه اطلق الاستقرار الى حين انه يعني كما تقول له هاد الوليد بعدها يكبر شي شوية يعني وشد في اعظامه كما تتبع معنا ومتتبعينا تنتمنى انه يكون شي تجاوب كبير كبير فهذا البيت المباشر معت السيدة دي وقال نشكركم شكرا لكم الى البيت المباشر ان شاء الله اخرى على القناة شوفت بلاتي بلاتي اشتركوا في القناة شكرا